يعني قديش في قصص بلهمة في حياتنا وقديش إحنا بحاجة دايماً للدعم ومش صعب أبداً تلاقي في الأردن أشكال كتير للدعم مثل اللافتات لمعبي شوارعنا ووسائل التواصل أركضي مشانك أو أركضي على شانك هاي النسخة الثالثة للصباق التي تنظمها الجمعية الأردنية للماراثونات وموعد الماراثون يوم الجمعة السبعة حزيران مين بيستهدف هذا الحدث شو تفاصيله وشو الفكرة منه راح نعرف طبعاً كل التفاصيل من ضيفتنا مش للمرة الأولى لينا الكرد من ران جوردن أهلا وسهلا فيك لينا صباح الخير صباح الخير لينا ساعدكم صباح النشاط والركض صباح نشيط صباح أركضي عشانك صباح أركضي عشانك دائماً لازم كل شيء يجب أن يكون عشانك إحنا بشكل عام الستات لازم كل شيء يكون عشانك بس الناس لا يستعمل هاينا بنحاول طيب لينا في البداية احكي لنا عن فكرة الصباق لهذا العام هو الصباق بنسخة الثالثة زي ما حضرتك تفضلتي إحنا عملناه في 2019 هو صباق مخصص للسيدات بنعمله في حدائق الحسين عبارة عن صباقين اثنين كيلو فاصل ستمية وخمسة كيلو فاصل متين اثنين كيلو فاصل ستمية هو صباق للأطفال طبعاً من فئة الإناث وكمان للسيدات اللي ما بيحبوا يركضوا أو مش متعاودين يركضوا بقدار يمشوا المسار لأنه لفى واحدة داخل حدائق الحسين التاني الخمسة فاصل متين شوي احترافي للسيدات اللي بركضوا اللي بروح على الجيم فيهم حيل أكتر لا ولا بطلات كمان اللي بيشاركوا في المرتنات عنا فحبيني نعمل صباق مخصص للسيدات بكافة المعيير حتى الشرطة النسائية الدفاع المدني خدمات طبية كلهم بيكونوا والمتطوعات من السيدات نعطيها خصوصية صحيح مهم انه نعطي سيدة خصوصية بهذا المجال كمان ولكن بدنا بالتحديد لنائش الهدف من انه صباق للسيدات هلأ هو اللي تمكن المرأة ودعمها في المجتمع المحلي لقاء الضوء عليها تشجيعها في كافة المحافل حتى المحافل الرياضية يعني احنا دايما نركز على المرأة في أعمال أخرى نعم هو شعار أركضي عشانك عشان صحتك عشان مستقبلك عشان ولادك عشان عيلتك عشان تكون قدوة في المجتمع لتطوير المجتمع لأنه بتعرفوا انه عماد المجتمع هو المرأة هي اللي بتربي هي اللي بتنجز هي اللي بتعمل كل شيء فإحنا حبينا زي ندلعها ونعطيها هذا الحداث خصوصي لإلها كمان لنكسر حجز الألأ لعند السيدات اللي ما بقدروا اللي مش اللي خايفين يشاركوا بماراثونات إحنا لأنه تنظيم هذا صباق زي وزي أي صباق عالمي زي ماراثون عمان زي ماراثون الالترا ماراثون الميت نفس طريقة التنظيم اللهم في منطقة مغلقة خاصة لسيدات فإحنا نكسر عنده حجز الخوف والألأ بالمشاركة وبيشجعها لتشارك بالسباقات الثانية اللي بتنظمها جمعية رابو فكرة جدا حلوة لنا أحكي لنا كيف كان الإقبال على السباق بنسخته الأولى والتانية والله كان يشارك عندنا فوق الألف سيدة غير المرافقين طبعا إحنا منسمح للرجل يجي يوصلها ويكون نساناها نخط النهاية يشجعها ففي عدد منيح يعني من المشاركة نتأمل الآن يكون كمان أحسن لأنه صار فيه وعي أكتر على رياضة الجري وإحنا كمان أهداف الجمعية أنه نروج لرياضة الجري أكتر ننشرها في كافة فئات المجتمع وسمحنا للسيدات كمان يجيبوا الأطفالهم معهم مجانا تحت الثمان سنوات يركضوا معهم لازم طفلة مش طفل صح؟ لا تحت الثمانية مش مشكلة بس فوق الثمانية لازم تكون طفلة لورينا حكت عن الإقبال أنا حبي أحكي عن التقبل لو نعرف أكتر كيف درتوا تخلوا المجتمع يتقبل فكرة أنه صباق للسيدات بتعرفي والله بالعكس كان فيه تشجيع كتير كبير وفيه غيرة شوي من رجال شمعنا أنتو لكم صباق خاص لكم عمليننا صباق خاص للرجال مهم فكان لأ والله فيه تقبل وكتير حلو يعني وأنا عجبني الفئة اللي استهدفناها بالنسختين اللي قبل إنه الستات الكبار يعني اللي فوق الخمسين سنة هذولي وشان ليك أنا عملت لهم زي التتويج كمان دروع تكريمية يعني لأنه فوق الخمسين سنة إنه يجوا يشاركوا ستات كبار يعني أدوى لدي صحبات أمي كلهم بيشتركوا يعني بيعتبروا قادري يعني صباحي رياضي وإنه كمان خطوصا أنه إحنا أهدافنا خيرية كوننا جمعية خيرية والسنة عشرين بالمئة رح يروح لدعم أهلنا في غزة من خلال الهيئة الخيرية لها شمية مهم كتير كمان لازم ننوه إلى شغلة يعني أكيد في دعم من الرجال لحتى نساء تطلع تركهم نشان ما داعي لحد بعدين بقولوا في مباراة بعد الظهر هو الصبح بقعد مع الولاد هي بتيش تركهم نعم لتوازن هيك لازم يكون دايما الموضوع يعني أفهمنيك أنت رح تيجي تركضي أنا أول واحدة رح تليني واقفة أول واحدة قدامك رهاك سهلا حبيبت لينا هل هناك شروط معينة للتتجير؟ لا زي ما حكينا كافة الفئات مسموحة لها تشارك كل الأعمار كل الأعمار بس لازم يكونوا إناث تحت 8 سنوات اللي ما عندها محال تحط أولادها عادي بتقدر تجيبهم معها ما في مشكلة بمشوا معها وبركدوا معها المشاركة لأي حدا لأي عمر بغض النظر إحنا بدومين بالجمعية من العشرة للستة يوميا لأغراض التسجيل وإعطاء عدة المشاركة اللي هي الرقام والشنطة والتيش ترك مهمة كتير بما أنه ذكرت هذا الموضوع لو نعرف أكتر عن التجهيزات والتحضيرات وحتى الاحتياطات لهذا السباق لحتى النساء تقدر تشارك فيه الحقيقة إحنا زي ما حكينا الحدائق رح تكون مغلقة للسباق بواجهة لكل السيدات اللي بدهم يشاركوا اللي بدهم يجوا بسياراتهم أو حدا يوصلهم إحنا 8 ونص تغلق البوابات للسيارات بعدين بيصير على الأرجل بقدر يدخلوا للتسعة لاربع تسعة لاربع مسكر كل إشي عشان المسار يكون مغلق ما يكون فيه سيارات على المسار بتمتمشيته نتأكد أنه فيه عندنا إسعافات أولية زي ما حكيت من الهلال الأحمر فيه عندنا دكاترة من إداء الصحي فيه عندنا الدفاع المدني سيارة إسعاف موجودة لسامح الله فيه المستشفى ميداني موجود عند خط النهاية الطريق مغلقة تماما ما رح يكون فيها سيارات ولا إشي فما يقلقوا اللي بدهم يجيبوا بناتهم مثلا نشاركوا هم عادي بقدروا يركضوا داخل الحضائق ونحن رح يكون موجودين ورح يكون بس فيه سيارة البداية اللي هي عليها الساعة عشان الزمن وسيارة نهاية اللي هي سيارة الإسعافات فكرة رائعة جدا ونحن نتمنى لكم كل التوفيق شكرا كتير لأيكم شكرا لبرنامجكم الحلو للقاء الضوء على هذا الحدث المهم يعطيكم ألف عافية كل التوفيق لكم شكرا شكرا لكم